دور كبير جدا في تتويج النادي الاهلي امام جمهورية شبين في الديئة 48 لما نزل وكان قاعد على الدكة وكان ليه دور كبير في تتويج النادي الاهلي بالبطولة برضو رضا عبدالعال بتصرحاته المميزة والقاتلة احيانا والصادمة احيانا اخرى بيخلي كل الناس تتابعه وتسأل عنه حتى ولو كانت ايام قليلة لا يظهر فيها كابتر رضا منورنا ومشرفنا حبيبي اسلام عمدية الحمد لله على سلامتك الله يسلم اخبرك ايه الحمد لله المنتخب الولمبي اتفاجئت باداؤه بعد التعادل مع الدومينيكان ولا توقعت ان يكون فيه تطور وتحسل للأتاة لا انا هنا معك ومع فاروق قلت الله يكون فوقون الراجل ده فوقون المنتخب حتى لما يقولوا لي هيعمل ايه قلت له مش هيعمل حاجة لان كله اهمل المنتخب ده كله اتحاد كرة سادة الوزير لان سادة الوزير مفروض ان الولمبيات دي من اختصاصه اه اختصاص اللجنة الولمبيات ماشي وهو برضو في الحتة دي اه طبعا بيتابع او بيرابع له يد لان كله دلوقتي بيصب في مصلحته هو اه 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 في مصلحت الرياضة المصرية ماشي بس احنا دلوقتي بنتكلم في ايه في الولمبيات اه اختبالك فدي يبقى الاهتمام بتاعها اقوى زي بالزبط تصفيات كاس العالم وزي بالزبط تصفيات امم افريقية يا ايما ما تشتركوش فيها يعني انت انت دلوقتي اكتر حاجة اتصرف عليها اكتر من منتخب مصر والمنتخبات اللي هي بقى التانية في البطولات اللي هي التايرة والسلة والكلام ده اكتر حاجة اتصرف عليها ايه الناس اللي بتتمرن في الولمبيات عشان تجي بمدالية صح يعني الاهتمام كله بيها اه طبعا هي اكبر بطولة طيب ليه احنا المسؤولين عندنا هاملين الكلام ده ابنكلم في الكورة اه طبعا هي الكورة على فكرة الكورة دلوقتي المستوىات زي ما انت شايف يعني انا قلتلك في الاول احنا مش هنوصل ليه مش عشان مستوى بس عشان سوق ادارة سوق ادارة المنتخب سوق ادارة المنتخب يعني انت مفروض مثلا من شهر اربعة خمسة بالكتير تكون مفضي الجدول والدوري والارتباطات كلها والناس دي بتتمرنوا بتعمل معسكر عشان تعمل ماتشات ودية واحتكاك قوي والكلام ده عشان تروح تجيب لك مديل ده ما تعملش ده انت في معسكرات بدر شوية اتلاغت في الاجندة صح؟ اه اه صح ولا غير؟ كانت فيه ماتشات ودية يعني انا كان مسؤولين في المنتخب الوليمبي كانوا بيخطوا التحادات والاتحادات دي ترفضت انها تيجي او تعمل ماتشات ودية مع المنتخب الوليمبي قبل شهرين من السفر لفرنسا ما اخذ ده لك فالمشكلة كلها ان الراجل يا ولدها مش لاقي حد يطبطب عليه ده هو ولا فرقته لدرجة انه هم يوم ما كانوا مسافرين نسوا يعملوا التأشيرات لبعض اللعبة حصل؟ اه كان فيها مشاكل كان فيها تأخير ماشي ينفع بقسة راحة منتخب رايح يتأخر له كمان حتى التأشيرات للدرجة دي الاهمال وصل بيهم للدرجة دي للدرجة دي قندية مش عايزة انت عارف لو انت مبطن مثلا الدوري خلصان في شهر 5 هتلاقي لقبة كتير عايزة تروح زي بالضبط حكيم حكيم يمبطنين بقالهم قد ايه فهو عايز روح يجهز نفسه عشان يروح في رئيته وهو واقف على رجله اللي هيوقف على رجله هي المتشط دي يعني هي المتشط دي اللي تقف فانتقد ما كانش يبقى فيه مشكلة مع الاندية عشان الدوري مش شغال اه يده يروح وده يروح وده قبل فترة الاعداد على الالي يجيلي جاهز فترة الاعداد انما المشكلة ما فكروش في الراجل ده ورمينه وساعة الاجتماع بتعزيزه عايزين يتكلمه جمال بيه علام ومش عارف مين طب انتوا كنتوا فين عملتوا ايه المنتقد ده هو انتوا عايزين اللقطة بس هو انتوا عايزين تاخدوا لا بس هو وضع طبيعي ان رئيس الاتحاد بكورة لا ما يتكلمش بص يا حديث يهن اللعيبة ده طبيعي ماشي اهنيهم مش على الهوى ماشي هو ما كانش على الهوى هو فيديو كان ولو حتى لو فيديو اقفل انتوا معملتوش حاجة عشان نشكركم عليها بالامانة انتوا مرمطوا المنتقد ده يعني مع تحفظه على كلمة مرمطة بس يعني انا بكلم في ان طبيعي رئيس الاتحاد بكورة هيهني اللعيبة بعد الفوز طب بعد مطش الدومينيكان ماتصلش لي وقالوا مش ادي حلقه رجالة والمطشين اللي جايين هو كان موجود هناك حتى لو ايه دي وهو اتكلم معاهم هناك بس انا باتكلم في حاجة تانية يا كابتر رضا ودي برضو انا عايز تفسير من خلطك فيها ان الفرقة قدام الدومينيكان ما قدمت شعلها كويس ثم اتحسنت امام اوزباكستان واتطورت امام اسبانيا والبعض قال لك